قانون الجرائم المعلوماتية المزمع التصويت عليه في البرلمان العراقي لقى رفضا اعلاميا في كاركوك كون هذا القانون هو اداة لتكميم الافواه وتحجيم دور الصحافة والرأي العام وان تمريره يدعم السياسين الفاسدين هو قانون لتكميم الافواه وتحجيم دور الصحافة والرأي العام يعني التقيد بكل المعاني هذا القانون ربما سيراوح في اروقة مجلس النواب العراقي هناك جهات تدعم هذه القانون وهناك جهات لا تدعمها بغض النظر عن انه قانون لكن يحجم حرية التعبير للصحفيين والكل المراد من هذا القانون هو او من يستفاد من هذا القانون هم السياسيين الذين لا يريدون للعراق ان يخرج من ازماته الحالية اعلاميون اشاروا ان القانون مبالغ به كونه يمنح الحرية للفاسد دون المساس به او حتى كشف اوراقه وعلى البرلمان تشريع قوانين تمنح الحرية للإعلامين والناشطين لكشف حقائق المتنفذين بالنسبة لقانون الجرائم المعلوماتية المزمع التصويت عليه في البرلمان العراقي نحن كإعلاميين وكمواطنين ننظر الى هذا القانون انه بحاجة الى اعادة نظر هناك تفاوت اراء وتباين اراء بالشارع العراقي حول القانون من وجهة نظري الشخصية ارى اننا بحاجة الى مثل هكذا قوانين ولكن ليس بمثل هذه المبالغة بالعقوبات اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي تنتهك الكلمة وحرية التعبير من خلال تشريع قانون الجرائم المعلوماتية من خلال البرلمان الذي شرع سابقا حق حرية الرأي والتعبير سعدون السلطان قناة التغيير كاركوك